النهاردة جماع اتكلم على سرا قديم من اصهار اكل الكلام في الإنجليش اته Lotus Universe في حلقات تانية يعن the English بزerez يختلف عن النغة تانية في عند الكلام مش دايما حالي عين تكتب أو يتقاض من اصفرهم بيكتب به لم يجب يكل professionals بسرعة بيأكل الكلام النهاردة بعد تلك الحلقة دي أنا أتكلمتё بكدا συ Internet ليه؟ لان هنكلم عن حاجة هاسمها في الانجليش في الرابيد سبيتش بزيت الناس منتمنت افلام انجليش او اغاني بتحس ان احيانا الكلام بيتاكل في حاجات معروفة واوعدك ان اعرض لو كملت الفيديو اللي نهاية هتسمع حاجات تانية مع سمعت اهش قبل ما نبتدي ان احنا نتكلم على الفناليكس ويلي بيتاكل خلينا نعمل ريفرش سريع كده او ريفرشن سريع على الدمار في الانجليش ال pronoun في الانجليش هو أن تنقسم ايلا دمار في الواحد بيجتم واحد بيدرب واحد بيعمل بغا اللي بعمل مهم هو صاحب ال action هو لي بعمل حاجة ودمارج المفعول هي الobject او او اوبجكتف ودي بغا اللي بتدرج اللي بيشتر من الي بتعمل فيه يعني يمهم بيقول لك اي يعني يا بخت من بط مظلوم ولا بط شظوف المهم وعندنا بعد كده حاجة ثالثة اسمها البيسيسيف ب ب ب ب ب بزيسيف ايجيكتف سي ماي و ار و ار و بلا 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 النهاردة بعدنا احنا مش جايين احنا شرح جرامر و الفيرما بينهم دي حاجة للبجينرز او المستويات المختلفة احنا شرح فيديو نهاردة جايين نتكلم على الدمار ديت في الافلام زي ما قولنا بيتاكل منهم حاجة كتير جدا وبما ان الدمار دي من اكتر الكلمات في الانجليش اللي بتكارك وفي اي لغة في العالم بتكارك كتير جدا فما انفعلش ان يكتبئ كتبيت سفاركة على فيلم فا الانجليش وطا نشاعر في اللصة اللي هنتكلم عليه اللي هنالوقتي خلينيكا نبقى bize نبعرفين نهاردة على الدمار القاتية هنتكلم على اي و هس هنتكلم على هر في حالتين وهي وكمان هنتكلم عليه و ايجيكتف حنتكلم كمان على ع・ر بالانجليش مل On a or-ar دايماً سواء لما نيجي نتكلم على هم أو هي أو هز بتتشغل فالأول حاجة أعتقدوا باكو إحنا مشهين في البرنامس ردوكشن إن دايماً الحاجة اللي في الأول حالفة والحالفين في الأول اللي بيتشغل مالوش learn them ألو learn them يعني تعالى المقالين learn them واحد يقول طبعاً أعرفه زي ما بين him و them مالكون تكسط مالسيارك زي نفسه انت بتبقى هو بيبقى الدم أبلي كده أو الكلمة أجمع فانت عرف انها هتبقى them مش هتبقى him بمعنى هو هي في الانجليش والاختصار بيبقى e بس خلين نقول لكم مسيل سريان كده do you know where he goes? 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 بيت اي his car العربية his money تمام is that what you want me to tell our son when he asked about his father? about his father about his his لما بنيني نختصرها او في الافلم بتالي بايس ما بيبقى شفيه ه 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 لابا نختصرها بتبقى ER بس I'm not gonna get her killed You gotta ask her I'm not gonna get her killed I'm not gonna get her killed التانية رد عليها قال له ask her our بالإنجليش بس يعني احنا بحطي E دائم for UR or W بصراح في الإنجليش مش لازم طول لما تحب طول عربتنا مسلا مش لازم طول our car ممكن طول our our car We need to step up our timetable here sergeant زي ما هنا ألفوا في مالوي step up our timetable step up our مالوش our timetable تكرنا R في الإنجليش بتغلب بسرعة ل A our car our girl and so on بالفيديو آقبك please share and like that will be all for today thank you and wish you all the best to